اشتركوا في القناة الظهور الاول للسيارة اللي بنتكلم عنها بجو ربعمية وتمانية وده كان فيه خلال احتفالات العيد القومي الفرنسي حيث اتعرضت السيارة مع بعض اطرازات الاخرى من سيارات رينو وستروين في الاحتفالات في مصر والاخبار بتقول ان شركة مانسكو وكيل سيارات بجو في مصر ومانسكو عاوز يتابع هي تقريبا اتحاد شركتين مع بعض كده احدهم المنصور للسيارات يبقى المنصور للسيارات مع شركة اخرى عاملين شركة اسمها مانسكو هم وكيل سيارات بجو في مصر شركة مانسكو بتستعد لطرح او الكشف الرسمي عن السيارة بجو ربعمية وتمانية الجديدة كليا وبداية الاستعدادات انها ظهرت العربية او العربية تم عرضها في الاحتفال ده الاحتفال بالعيد القوم الفرنسي اللي قامت به السفارة وفي خلال الاحتفال ده اعلنت شركة مانسكو عن انها تطرح السيارة الجديدة في مصر والتقارير بتقول انها تطرح قريبا في الشهر الجاي ده على طول يعني احنا شهر 8 اغسطس الجاي السيارة بجو ربعمية وتمانية بتشبه في تصميمها السيارة سي فور اكس او سي فايف اكس كمان والتصميم ده ملاحظين ان الشركات الفرنسية نوعا ما مركزة عليه شوية مركزة شوية عليه من خلال مثلا سي فايف اكس سي فور اكس مركزة عليه من خلال برضو السيارة الجديدة اللي طمحتها ارحام اخرى دي اس دي اس فور الجديدة وكمان من خلال السيارة اللي كلمنا عنها في فيديو قبل كده وهي رينو رافال التصميم الجديد ده اللي هو عبارة عن خليط كده ما بين السيارات السيدان بالانسيابية الجميلة المميزة للسيدان وكمان الكوبيه اللي هو الجزء المنحدر انحضار سريع وعنيف اللي هو في اخر السقف في العربية السحبة الواطية قوي للسقف اللي هو بنسميها الكوبيه او الفاست باك وكمان من خلال شكل العربية اللي هو شكل الهاتش باك او الاسيو في او ممكن نقول هو شكل الهاتش باك لكن لان العربية مرتفعة كمان عن الارض ففيها اسيو في با العربية خليط من السيارات السيدان الطويلة الكبيرة وسيارات الاسيو في عشان عالية مرتفعة للارض وسيارات الهاتش باك بالشكل الشكل الصندوقي او الشنطة الخلفية اللي بتقفر رأسيا فالشكل ده برضو متكرر في كل السيارات اللي احنا قلناها بجوء ربعمية وتمانية الجديدة طبقا للتسريبات بتعتمد على منصة انتاج اسمها EMP2 من ستيلانتس ستيلانتس ده هو اتحاد اتحاد اتحادين يعني فيه اتحادين كل اتحاد في سكة والاتحادين دول تجمعهم مع بعض وعملوا اتحاد تالت طيب الاتحادين دول هم ايه اتحاد بي اس ايه اللي هو سيارات سيتروين وستروين ورينو ومش فاكر مين معاهم في حاجة تالتة ودي اس تلات سيارات دول عاملين اتحاد اسمه بي اس ايه وفيه اتحاد تاني اه سيارات فيت مع سيارات كرايزلر الامريكية وشركات اخرى برضو زنطوطة معاهم ده اتحاد ايطالي امريكي كده اسمه اه الاتحاد ده اسمه ايه مش فاكر المهم يعني اه اتحاد اسمه اسمه فيت كرايزلر اسم الاتحاد ده فيت كرايزلر اه اتحاد فيت كرايزلر واتحاد اه اه الشركات بي اس ايه جمعهم مع بعض وعملوا اتحاد جديد اسمه ستيلانتس وهي هي اللي بتنتج بقى السيارات الفرنسية وبعض السيارات الاخرى التانية الامريكية وهكذا فهو يعني ايه جوين فانشر كبير قوي واحنا قولنا قبل كده السبب في الاتحادات والاندماجات دي ايه ان كل شركة نجحة في جزء معين فيما يخص رات وفشلة في جزء تاني فبتجيب شركة تانية نجحة في الجزء التاني ده ويعملوا تبادل مع بعض وتعاون تعاون مشترك المنصة اللي هي EMP2 من اتحاد استيلانتس ده بتتشارك المنصة دي موجودة غالبا هتيجي بها منصة سيارة ربعمية وتمانية وبتشارك كمان في نفس المنصة السيارة بجوه 308 اللي هاتش باقي كل واجن يعني اللي هاتش باقي كل واجن من بجوه 308 308 اللي هي موجودة في مصر فما عندناش معلومات عنها مجرد ان احنا بنقول ان المنصة دي شاملة العربيات دي كلها وضحت بجوه ان ربعمية وتمانية الجديدة كليا دي جاية في كاتيجوري اعلى فئة في فئة من فئة السيارات سي اسمها كده تصميم السيارة اللي موجود هما بيعتبروه تصميم خارج السندوق بس انا باعتبروه دلوقتي داخل السندوق بما ان السندوق بينتج عربيات كتير من نفس التصميم الجديد ده فهو ما يعتبرش بقى خارج السندوق بقى هيبقى في الفترة الجاية واضح ان احنا في فترة الجاية هنعتمد على التصميم الغريب ده اللي هي واخدة من سيارات الواجن اللي هي هاتشباك المطولة شوية مع السقف الانسيابي اللي هو متاخد من الكوبية والارتفاع عن الارض اللي متاخد من الاسيو في التصميم الجديد ده الخليط ده واضح ان احنا هنشتغل عليه فترة الجاية كلها بجوه ربعمية وتمانية بتيجي بطول اربعة متر تمانية وستين سنتي سبعة ملي يعني تقريباً اربعة متر تسعة وستين سنتي ده الطول الطول ده اطول شوية من سيارات بجوه تلتمية وتمانية الواجن اللي هي ستيشن واجن اللي هي اس دابليو اللي هي الطويلة زي البجو كده فكرة البجو عرض السيارة الـ 408 متر 85 سنتي 9 ملي يعني تقريباً متر 86 سنتي والارتفاع متر 47 سنتي 8 ملي يعني تقريباً متر 48 سنتي مع قاعدة عجلات كبيرة جداً عشان تتخيلوا الحجم أو مساحة العربية قاعدة عجلات للسيارة 2 متر 78 سنتي 7 ملي تقريباً 2 متر 79 سنتي دخل على 2 متر 80 كقاعدة عجلات الأبعاد دي قريبة جداً من اطراز 308 في كل حاجة معادة أن هي أطول شوية من السيارة 308 الواجب وممكن في أحد الفئات أو يعني كأوبشن من الأوبشنات بتيجي السيارة 408 بجنود كبيرة بيوصل حجمها لـ 20 بوصة خاصة في الإصدارات العالية من العربية ساعة الشنطة الخلفية للسيارة 408 536 لتر دي مساحة معقولة كبيرة شوية نوعاً ما مع طي المقاعد الخلفية الدنيا بقى بتبقى مهرجان كبير قوي بتوصل المساحة التخزينية إلى 1611 لتر ده رقم كبير ورغم الرقم الكبير ده إلا إن هي أقل شوية في ساعة التخزين من السيارة 308 التقرير شوائني جداً للسيارة 308 دي على الله نشوفها في مصر برضو السبب في إن المساحة التخزينية الكبيرة دي اللي إحنا شايفينها كبيرة دي أقل من 308 إن السقف إنسيابي أكتر في التصميم اللي هو موضوع الكوبي أو الفاست باك اللي موجود في السيارة أما مقصورة السيارة من الداخل فهي تقريباً نسخة من طرازات 308 مع وجود شاشتين في السيارة داخلين العددات وشاشة الانفوتيمان سيستم شاشتين عشر بوصة وعجلة قيادة صغيرة بجو دائماً بتنزل عجلات قيادة طارة دريكسيون صغيرة ونظام صوت فوكال مع عشر سماعات ومضخم صوت كمان يعني موضوع بقى أمبلفاير بقى وكولايزر والكلام ده طيب إنها هتاخد تجربة سماعية حلوة واضح إن العربية هتهدم بها هتهدم أكتر يعني باللاكشري بالفخامة طيب من المرجح إن تتقدم العربية بجوه 408 في مصر في فئتين ده المرجحة ده يعني إحنا بنقولكم كل المعلومات اللي موجودة عندنا حتى الآن وأي معلومات جديدة هتظهر عن السيارة هنتكلم عنها في فيديو آخر خارجياً لما بتطرح السيارة برة في إصدار منها بيجي هاجين بلاج إن يعني سيارة هايبرد بلاج إن طب إيه معنى هايبرد بلاج إن إن فيها مطور كهرباء ومطور بنزين وبشتغلوا مع بعض وفي نفس الوقت فيها مطور بنزين للشحن عشان تشحن المطور الكهرباء لوحده بالبلاج إن مش تشحنه بس بطريقة مثلاً إن إنت لما بتدوس في رمل فيحصل ريجينريشن للباور وإعادة شحن للبطاريات لا إنت ممكن تشحن البطاريات بطريقة بسرعة مستقلة وتشتغل على المطور الكهرباء على سرعة محددة لمسافة محددة مثلاً بتبقى بطارية صغيرة ومطور صغير نازل مع المطور الكبير يعني مش بس ومش بس عشان يساعدوا بس في إن هما يدفعوا العربية مع بعض لا ممكن العربية تشتغل كهرباء لرينج معين زي ما قلنا وعلى سرعات محددة طيب الإصدار الهاجين البلاج إن ده هيجي بناقل حركة أوتوماتيك ثمان سرعات المحرك الكهرابي في الإصدار الهاجين قوته 109 حصان لوحده وده محرك 1660 تيربو أما المحرك الكهرابي المحرك الكهرابي لوحده 109 حصان أما المحرك البنزين اللي جاي مع المحرك الكهرابي فيه السيارة البلاج إن بيكون 1600 سي تيربو وال1660 تيربو ده فيه برضو منه طرازين فيه طراز بيطلع علينا 150 حصان وفيه طراز بيطلع علينا 180 حصان يبقى عندنا المحرك البنزين 150 أو 180 حصان 1600 سي تيربو ومعه محرك كهرابي بيطلع علينا قوة 109 حصان لتصل قوة السيارة في الإجمالي يعني احنا بتتكلم مع السيارة الهاجين البلاج إن 408 يأما إلى 180 حصان لو خدت بقى المحرك الكهرابي 109 مع المحرك 1600 سي 150 حصان هيبقى عندك في النهاية قوة إجمالية 180 حصان أما لو خدت المحرك 1600 سي سي اللي بيدينا 180 حصان مع نفس المحرك الكهرابي اللي بيدينا 109 حصان هتحصل على قوة إجمالية 225 حصان مع العزم بقى اللي بيطلع من السيارة 360 نيوتن متر من العزم أقصى عزم للسيارة بالنسبة احنا بنتكلم دلوقتي على 408 الإصدار الهاجيني اللي موجود خارجي طيب فيه كمان إصدار من السيارة بييجي بمحرك صغير ومش هاجين بقى ولا بلاج إنه ولا الكلام ده لا بييجي بمحرك صغير ومحرك بنزين فقط والمحرك البنزين اللي موجود في الإصدار الصغير ده تلاتة سلندر 1200 سي سي تربو بيدينا 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وفي رأيي الشخصي أنا متهاء ليه هما هتطرح الشهر الجاي في مصر هتطرح بالمحرك الصغير ده للأسف يعني لأن على ما يبدو المحركات الصغيرة ده عمالين يزحلقوها على البلاد النامية أو البلاد الضعيفة زينا وده شفناه في عربية كتير جدا يعني المحركات 1000 سي تربو 1200 سي تربو التلاتة سلندر بيحاول يتخلصوا من التلاتة سلندر اللي عندهم بحجة أنه هو بيدلنا بقى محركات بتوفر بنزين وقليلة الإنبعاثات مع أن إحنا موضوع الإنبعاثات ده ما يهمناش خالص وهي أساسا يعني محركات مغضوب عليها بره وبيحاول يتخلصوا منها صراحة يعني وبتكلفهم تلاتة عريفة فبتعظم مكاسبهم ده رأيي الشخصي طيب المحرك الصغير ده اللي هينزل في بجوه 48 في أحدة صدراتها واللي أنا متوقع أنه هيجي الشهر الجاي بيكون متوصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات الجديد بالذكر أن سيارة البيجوه 48 جديدة سيتم تجمعها في فرنسا في مصنع اسمه مولهاوس وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ولو حسيت أنت استفدت أي معلومة من الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو واشتراك في قناة اللي لسه ما اشتركش تشوفكم الفيديو جاي سلام شكرا